موسيقى اهلا بكم الى المسائية من الميادين وفي ملفاتها لهذه الليلة موسيقى لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب المصري تحدد مخاطر استمرار الأزمة السورية وخريطة الطريق لحل الأزمة وتؤكد أمن سوريا من أمن مصر القومية يحيى السنوار قائدا لحركة حماس في غزة خلفا لإسماعيل هنية فالاختارات الحركة أحد سقورها المقربين من الضيف لمواجهة سياسة تل أبيب نتنياهو الى واشنطن للقاء ترامب فهل يحصل على دعم أمريكي بالتراجع عن حل الدولتين وبداية التنسيق للحرب المقبلة مع حزب الله مساء الخير مواقف سياسية واضحة وصريحة من اللجنة العربية في مجلس الشعب المصري تتصل بالأزمة السورية وفيها ما يشبه الرؤية المصرية للحل في سوريا وتحديد لأبعاد الأزمة هناك وتأثيرها على مصر والوطن العربي ومخاطر استمرارها ولسيما الدعوة إلى الحفاظ على وحدة سوريا وهويتها العربية والإسلامية إضافة إلى ضرورة عودة دمشق الجامعة العربية مع انتقاد لغياب الدور العربي في حل أزمتها لجهة الغياب عن مؤتمر أستانا هذا الدور الإيجابي لمصر في الأزمة السورية لا يتماشى مع توجهات دول أخرى تختلف معها القاهرة حول سبل الحل هذه الدعوة المصرية إذن هل يمكن أن ترسم سبيل الخلاص للأزمة في سوريا هذا الموضوع سيكون محور النقاش في ملفنا الأول من المسائية لهذه الليلة بينما نبحث في الملف الثاني نتائج انتخابات حركة حماس الداخلية وتعيين الأسير المحرر يحيى السنوار قائدا للحركة في غزة مكان اسماعيل هنية ماذا إذن عن العلاقة الوثيقة بين قائد القسام محمد الضيف والسنوار وهل يمكن أن تزيد من تأثير القيادة العسكرية داخل الحركة كما نبحث أيضا في زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو لواشنطن ولقائه المرتقب مع دونالد ترامب وفي أولوية النقاش بندان دولة فلسطين والبحث في المخاوف الإسرائيلية من تعظم قوة حزب الله وتنسيق التعاون مع واشنطن ضد الحزب والدور الإيراني في سوريا ولكن قبل أن ندخل في تفاصيل كل هذه الملفات نذهب إلى موجز لأهم الأخبار شكرا لك إلانا أهلا بكم أعلنت الأمم المتحدة أن محادثة جينيف بشأن سوريا ستنطلق رسميا في الثالث والعشرين من الشهر الحالي الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قال أن الوفودة ستصل إلى جينيف في العشرين من الشهر الحالي من أجل المزيد من التشاور وكذا أن المبعوث الأممي إلى سوريا سيفندي مستورا وجه الدعوات للمشاركة في اجتماع أطراف المحادثة أعلن الجيش العراقي مقتل ستين إرهابيا في غارة نفذتها طائراته غربية الموصل وكان الجيش قد رصد رتلا يضم زعيم داعش أبو بكر البغددي خلال انتقاله من سوريا إلى العراق في قضاء القائم هذا وقد استدفت مقاتلة طابعة للجيش مواقع في قضاء القائم وعكشات حيث كان متوقعا لقاء البغددي بقادة تنظيمه الغارات أدت إلى مقتل أربعين إرهابيا بينهم مسؤول الأمن أبو جنات الراوي وأبو حسين القريشي مسؤول ملف الكيميائي وصل الرئيس اليمنى عبد الرب منصور هادي إلى الرياض في زيارة مفاجئة قادما من عدن ومن المقرر أن يشارك هادي في اجتماع سعودي نمراتي رفيع لبحث الأوضاع في عدن مصدر إعلامية قالت أن الزيارة تأتي عقب توتر شهدته المحافظة نتيجة التمرد الأخير من قبل قائد حماية أمن المطار ورفضه قرر استبدالها استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو في البيت الأبيض في لقاء هو الأول من نوعه منذ تولي ترامب منصبة ترودو يسعى لتقريب وجهة النظر مع ترامب فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية التي يراها ترودو حيوية وأساسية للبلدين بينما انتقدها ترامب مرات عدة إلى جانب ملف الهجرة الذي يقف فيه البلدان على طرفي نقيد قتل 32 شخصا من قلاب حفلة سياحية في جزيرة تايوان مصادر في الشرطة قالت أن معظم الركاب هم من المتقاعدين الذين كانوا في جولة سياحية في المنطقة وأكدت أن المعلومات الأولية تشير إلى تجاوز الصائق السرعة المسموحة بها ختم الموجز عودة إلى متابعة المسائية إليك لانا شكرا لك خالد إذن طالبت لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب المصري بعودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية واستنكرت تغييب الدور العربي والمصري عن أعمال مؤتمر أستانا وأشارت إلى أن سوريا تدخل في صلب اعتبارات الأمن القومي المصري والعربي مشددة على أن انهيارها أو تفككها إلى دويلات طائفية يمثل خطرا على المنطقة وأمن مصر فاطمة قاسم بيان لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب المصري حمل مواقف لافتة فيما يخص الأزمة السورية البيان شدد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ووحدتها وسيادتها على كامل أراضيها وصيانة هويتها العربية في انتقاد واضح لمسودة الدستور الجديد الذي أشرفت عليه روسيا في أستانا ودعت إلى ضرورة مراجعته ومشاركة الشعب السوري في إعداده قبل طرحه على الاستفتاء الشعبي البيان اعتبر أن ما يربط مصر وسوريا من علاقات استراتيجية وكفاح مشترك عبر التاريخ يفرض ضرورة التدخل بإيجابية وفاعلية في هذا الملف منتقدا الغيابة الكاملة لدور جامعة الدول العربية وبالتالي الدورة العربية في الأزمة وأن استمرار الشغور في مقعد سوريا في مجلس الجامعة لم يعد أمرا مقبولا وخلصت لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب المصري إلى عدد من التوصيات أهمها التشديد على سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها وعدم جواز التنازل عن أي جزء منها ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤونها وعلى أن السوريين وحدهم الذين يقررون مستقبل بلادهم من خلال صناديق الاقتراع وعلى ضرورة التعاون لمكافحة التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم داعش والنصرة والقاعدة وأحرار الشام كما دعت التوصيات المجتمع الدولي إلى ضمان وقف تدفق السلاح إلى المجموعات الإرهابية في سوريا والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن المدن المحاصرة وضرورة عودة سوريا لشغل مقعدها في مجلس الجامعة العربية اللجنة العربية في مجلس الشعب المصري استنكرت تغييب الدور العربي والمصري وعدم مشاركة أي دولة عربية في أعمال مؤتمر أستانا لافتة إلى أن سوريا تدخل في صلب اعتبارات الأمن القومي المصري والعربي ويمثل انهيارها أو تفككها إلى دويلات طائفية خطرا على المنطقة ككل وعلى مصر وأمنها القومي وسيكون معنا في النقاش من القاهرة من دوب مصر الأسبق لدى الجامعة الدول العربية دكتور هاني خلاف ومن العاصمة الإيرانية تهران معنا منسق شبكة أمان البحث والدراسات الاستراتيجية أستاذ أنيسا نقاش أهلا بكما وسأبدأ معك دكتور هاني قبل أن ندخل في تفاصيل البيان لابد من إضاءة عامة عليه من ناحية الأهمية التي ينطوي عليها يخرج بيان يحمل هذا النفس يعني يتحدث بهذه اللغة من لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب المصري أعتقد أنه كانت هناك إعلانة أكثر من مؤشر مؤشر سبق للرئيس السيسي والوزير الخارجي المصري والمندوبنا الدائم في الأمم المتحدة وأيضا في داخل أروخة جامعة الدول العربية الإفصاح عنها هذه الإشارات كانت متناثرة ولكن جمعها كلها على لسان الشعب المصري المتمثل في برلمانه أو في المجلس النيابي بتاعه هو ده الجديد في الأمر ولكن الأفكار نفسها التي قدمت في هذا البيان كلها صدرت بطريقة متناثرة في مواضع عدة مسابقة أنا كنت من المشاركين في البداية خالص في استهجان القرار الذي أصدرته جامعة الدول العربية بتعليق عضوية سوريا وهي عضو مؤسس في جامعة الدول العربية نظرا لبعض الحسابات المغلوطة التي تقدم بها بعض الأطراف العربية وكان أمامي الواضح تماما أن الأمم المتحدة لم تسقط عضوية النظام السوري في الأمم المتحدة واحتفظت به إما بسبب أنها تعتبره جزءا من الحل أو جزءا من المشكلة ولكن الأمر الواقع فرض الاحتفاظ بالسيد السفير بشار الجعفري مندوبا دائما لسوريا لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ويشارك بالتوضيح والإضافة والاقتراح والشرح في كافة أعمال خاصة بسوريا في مجلس الأمن أنا النهاردة الجديد في الأمر هو نغمة الإدانة التي تصدر عن الشعب المصري البرلمان المصري ممثلا في لجنة الشمون العربية به لما اعتبره البيان تغييبا للدور العربي في مؤتمر أستانا وده واضح تماما أن روسيا وإيران وتركيا فضلوا العمل في مؤتمر أستانا على هذا النحو السلاسي دون إدخال المحاور العربية التي قد يكون بينها تباينات مفهومة ولكن كان من الممكن إيجاد صيغة معينة لتمثيل المجموعة العربية أو الجماعات العربية المهتمة بالشأن السوري ولو على هامش المؤتمر المهم النهاردة أننا أمام رأي مصري شعبي واضح الملامح بيقول لم يعد مقبولا بقاء سوريا بعيدا عن جامعة الدول العربية هل يترجم هذا الرأي الشعبي إلى ممارسة ديبلوماسية تتقدم بها مندوبيت مصر لدى جامعة الدول العربية قريبا ولا تبتدي مساورات أولا مع الهواصم العربية التي قد يكون لها رأي مختلف هذا ما سوف نشهد أنت سألت الآن دكتور هني السؤال الأهم في الواقع والذي سأنقله إلى أستاذ أنيس النقاش برأيك هناك أرضية عربية الآن لأن يكون هناك إعادة إعادة لمقعة سوريا ممثلا بالنظام السوري في جامعة الدول العربية بقطع النظر عن أي حل يعني ممكن أن ينتج عن جلال أرضية عربية هذه كلمة كبيرة تفترض أن العرب قد عادوا إلى وعيهم وإلى رجدهم أتقولين لي أن موقف مصري جديد يقود اليوم مجددا جزء كبير من مصالح الأمن القوم العربي أقول نعم لأن الصحوة تأتي من مصر ولم نشاهد صحوة من دول أخرى ما زالت تمعا في الاستثمار في الاقتتال العربي العربي وتمويل الإرهاب وتمويل الجماعات المسلحة والتحريض الإعلامي الذي هو برأيه أخطر من كل الرصاص والمتفجرات التي تعمل منطقة حاليا هناك دول كرست نفسها لهدم الأمن القوم العربي وكانت مستفيدة من غياب مصر لفترة طويلة التي اعتقدت على أنها تكتفي بحماية نفسها في الداخل وترك الدول المتمولة الخليجية في قيادة هذه المرحلة اليوم أجد أن هناك صحوة هذه نتيجة الثورة الشعبية المصرية التي كانت في مصر إن كانت 25 يناير أو 25 يونيو ومجلس شعب بهذا النوع وقيادة مصرية جديدة عرفت أن أمن سوريا من أمن مصر وأن ما تعانيه سوريا من إرهاب تعانيه مصر أيضا من إرهاب وأن الحل ضد الإرهاب لا يمكن أن تكون به دولة لوحدها تصور اليوم الوضع استراتيجي المخيف لمصر أنها في الجهة الغربية لديها دولة فاشلة اسمها ليبيا صدرت آلاف أطنان الأسلحة إلى منطقة المشرق وإلى سيناء وإلى سوريا وانهارت هذه الدولة الليبية التي كانت بشكل ما داعمة للأمن المصري وتمول الحرب ضد إسرائيل وهي تقف دائما في المواقف العربية وفي الجهة الأخرى في المشرق سوريا التي تغرق في دمائها ويريد تمزيقها وإسقاطها ولا أحد من هذه الدول العربية التي تستثمر في هذا الإقتتال يعبأ إذا تبقى سوريا موحدة أو تتشزى سوريا أو يحصل أي شيء المهم أن عروشهم باقية وأن مشاريعهم الملتصقة بالمشاريع الأمريكية الصهيونية هي التي تستمر اليوم هناك أرضية نعم في مصر وليس في الدول العربية أجد أرضية معينة في الجزائر وليس في باقي الدول العربية أتمنى أن هذه الثقل المصري معه الجزائر معه العراق يمكن أن يعيد التوازن والعقلانية لجامعة الدول العربية ويضع حد لهذه التدخلات السلبية من الريال السعودي والريال القطري بكل معنى الكلمة الذي أفحم في هذه الأمة ضربا وتنكيلا ومجازرا بتمويله كل هذه المجموعات ويضع حد أيضا للتحريض الإعلامي الذي يستمر الجامعة مطالبة بأن يكون هناك مواقف عربية ناضجة عقلانية تضع حدا لهذه الفتنة التي يتم التحريض عليها من خلال هذا الإعلام العربي المتفلل وبالتالي نعم هناك عدة خطوات كانت سابقة اليوم توجد لأنه هذا ليس قرار صغير صدر عن مجلس الشعب المصري هذا برنامج متكامل لحل الأزمة السورية وفيه إجارات أكثر أهمية لحل المشاكل العربية ومنع استمرار الإرهاب بشكل كامل اليوم أعتقد زيارة الرئيس عون إلى مصر أيضا تصب في هذه الخانة لأنها دعا مصر العدد والمدد نعم الرئيس اللبناني إلى أن تأخذ دورها ونحن منذ سنوات ننتظر هذا الدور الكبير لأن لدينا أمل في مصر بهذه العودة انتلاقا من هذه النقطة دكتور خلاف أنت كنت في جامعة الدول العربية تعرف جيدا أليات الجامعة إلى أي مدى اليوم الجامعة هي مازالت قادرة على احتواء الصف العربي وماذا ينقصها ينقصها فعلا أن يكون هناك عودة للدور المصري القوي في الوقت الحالي عودة لتحالف عربي مثلا معين يتمثل ربما بين مصر مع سوريا مع هذه الدول التي هي في صلب جامعة الدول العربية في صلبها الفكري إذا صح التعبير ماذا تحتاج لآن؟ دعيني أؤكد أولا أن جامعة الدول العربية ليست كيانا ذاتيا مستقلا منفصلا في الأورجانيكلي يعني عضويا عن الدول العربية ذاتها جامعة الدول العربية إطار يجمع كل الدول العربية بكل ما فيها من مزايا وعيوب ومشكلات وخلافات وبالتالي ليس هناك قوام خاص بجامعة الدول العربية يستطيع أن يفرد رأيه يعني الأمين العام لجامعة الدول العربية صلاحياته مقررة ومقدرة بحكمة مقصودة لذاتها ألا يكون له صلاحيات خارج إطار صلاحيات الدول أو لا يستطيع أن يقترح يعني يقوم بأدوار مختلف عليها وبالتالي يبغي أن يحصل على موافقات 22 دولة عربية إذا ما رأى أن ذلك يصلح للعمل العربي المشترك وبالتالي أمام مصر دور مهم جدا هو إقناع باقي الأطراف العربية التي قد تجد غضاضة في إعادة المقعد سوريا إليها إلى حكومة دمشق في الوقت الحالي وبيان مزايا عودتها والفرص التي يمكن أن يحققها مثل هذا التصرف مثل هذه الخطوة على العمل العربي الجماعي وعلى مستقبل الشعب السوري ومستقبل عودته في المنظومة العربية لابد أن يكون لدى المواطن لدى الدبلوماسية المصرية بيانات واضحة تؤكد أن النظام السوري مستعد يتعامل بواقعية من جانبه مع بعض الأطرحات الأخرى التي تثور حول بعض الممارسات وبعض الآداءات التي تقوم بها بعض المؤسسات ولكن دون أن يكون في ذلك تدخل عربي أو أجنبي في الشأن السوري الداخلي يعني البيان الذي صدر عن مجلس الشعب المصري اليوم كان واضحا تماما في استنكاره لأي محاولة للتدخل أطراف خارجية في ما هو مخصص للشأن السوري أن يقرره الشعب السوري بنفسه يعني إذا كانت هناك إشارة ضمنية غير مباشرة إلى أفكار المناطق الآمنة أو أفكار النظام الفيدرالي أو الكونفيدرالي أو غيره كل هذا يترك للشعب السوري أن يقرره بمحض اختياراته الديمقراطية الداخلية علينا كمصر أن نمارس أدوارا في نقل هذه الأفكار بهدوء إلى الأطراف العربية إلى أي مدى موقف صادر أنت قلت أن هذا موقف شعبي يعني صادر عن برلمانيين إلى أي مدى هذا الموقف الشعبي هو ينسجم مع الموقف القيادة المصرية يعني موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه الحكومة المصرية أنا قلت لحضرتك في البداية أنا قلت لحضرتك قبل كده أن هذا البيان الذي صدر اليوم من لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب واضح أنه يجمع بين نثار أفكار طرحها الرئيس السيسي قبل كده وطرحها وزير الخارجية المصري وطرحها المندوب المصري الدائم لدى جامعة الدول العربية ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة وطرحها خبراء مصريون آخر ولكن المناحة الرسمية ورد تماما أن مصر الرسمية تعلن قبل كده ودائما أهمية عدم تدخل الأطراف الخارجية في الشأن السوري الداخلي كما تعلن ضرورة ترك الأمر يقرره الشعب السوري بنفسه بالطرق الديمقراطية التي يراها مناسبة فقط لنتعمق أكثر في الموضوع ما يهمنا فقط هو مكافحة الإرهاب بس إلى أي مدى حتى هناك نقطة لا أدري إذا تسمعوني دكتور هاني تسمعوني أم لا أيها تسمعوني ممتاز فقط لكي أنهي هذه النقطة إلى أي مدى فعلا القيادة المصرية من الممكن أن تتخذ خطوات فعالة أكثر تجاه النظام أو تجاه سوريا لأننا نتحدث هنا كلام البيان كله عن الدولة إذا ما نظرنا أيضا أخذنا في عين الاعتبار على علاقتها مع السعودية التي توترت كثيرا في الآونة الماضية وربما حاولوا رأب الصدع في أكثر من مناسبة بدون تسمية أسماء دول أنا أعتقد أن مصر ستكون مقبلة في الفترة القادمة على تسويق هذه الأفكار التي جمعها ممثل الشعب المصري في البرلمان وتضعها أمام الأطراف المختلفة سواء كانت في المنطقة العربية أو خارج المنطقة العربية لتبرير ما قد تقدم عليه مصر في مراحل لاحقة من مشاركة إيجابية أو من طرح أفكار مبادرات رسمية على المستوى العربي ترى مصر أنها تستطيع أن تجمع بها الفرقاء السوريين في مواجهة مشتركة ضد الإرهاب اتنين لتصفية الخلافات التي يمكن تصفيتها أما هناك مسائل بعض الأطراف العربية تصر على فكرة إزالة النظام كشرط أساسي لأي حديث فهذا ليس طبيعي أن نتقدم بحل إلا أن نرى وجوب اللجوء إلى الأساليب الديمقراطية في إقرار مدد بقاء النظام في إقرار رغبة الشعب السوري حتى هذه النقطة ربما الآن لم يعد البحث فيها منطقيا كثيرا خصوصا أن نحن على أبواب جونيف ولا يبدو أن الأمر سيبحث في مسألة تغيير الرئيس الأسد أو إسقاطي رغم أن المواقف هكذا ما زالت خصوصا من المواقف السعودية أستاذ أنيس النقاش إذا كان دكتور خلاف ديبلوماسيا أنت تتحدث الأمور بحدية أو بصراحة أكثر إلى أي مدى الموقف المصري ممكن أن ينسجم مع ما خرج عن لجنة الشؤون العربية الموقف الرئيس السيسي أعود وأكرر عليك هذا السؤال بالنظر إلى العلاقة مع السعودية إلى ما تريده مصر من السعودية في الوقت الحالي لأن أحساسي على أنه ليس هناك تناقض أبدا هذه الأفكار متكاملة مع موقف الرئيس السيسي اليوم الخطوة التالية هي المهمة هناك احتمالين إما أن تعلن مصر من جانب واحد خطوات تجاه سوريا وتضع الدول الأخرى أمام أمر واقع وهذا لا أعتقده لأن الدبلوماسية المصرية لديها من الحنكة والمعرفة أكثر من ذلك هي بالتأكيد ستستفيد من هذا البيان من هذه الأجواء ومن دعوة لفروف السابقة منذ أسبوع على أن سوريا يجب أن تعود إلى موقعها في جامعة الدول العربية تذهب إلى هذه الدول وتقول ليس لدينا مجال إلا أن نطبق ذلك فما رأيكم؟ أما إذا كان هناك عناد أقوى وممانعة عندها قد تكون الدبلوماسية المصرية قد أقامت الحجة ووجدت الأدوات والحجج لطرح هذه الأفكار فتتقدم بعد ذلك بعملية التنفيذ ولكن لا يمكن أن يكون هناك موقف رسمي عملي من نواعي اتجاهات معينة ولو أن مصر قامت بجهة كبيرة بإحدواء جزء كبير من المعارضة للسورية والتي تسمى اليوم بمنصة القاهرة وهذا الجزء هو الذي نعم منصة القاهرة وضع أسس وطنية بامتياز رفض التقسيم رفض إلا الانتخابات الحفاظ على الجيش العربي السوري إلى آخره في حين أن الآخرين كانوا يغردون خارج هذه المسائل المنطقية فالجهد الدبلوماسي المصري سبق هذا الإعلام في كثير من الأمور وهو يستكمل اليوم بهذا البيان الذي هو متكامل كخطة ليست فقط لسوريا أنا أشم فيها رائحة جمع الوضع العربي إلى عاجة تكوين أمن قومي عربي معين يعني وحاربة الإرهاب والقضاء على الإرهاب ليس عشي عارم هو منع هذه الدول من الاستثمار في الإرهاب في كافة الوطن العربي لأنه لا يقفى علينا على أنه إذا كان المخطط أمريكي صهيوني غربي لكن المنفذ والمحرد والممول هي دول عربية لكل هذه المجموعات المسلحة في المنطقة ولذلك هذا الدور المصري جدا مهم تتحدث عن أمن قومي عربي أيضا كان هناك انتقاد لما نص عليه مسود الدستور الذي اقترحته موسكو يعني في إشارة إلى المسألة الكردية التي وردت في هذه المسودة هناك تأكيد على عروبة سوريا سنتحدث عنها بعد قليل ولكن الآن سنذهب إلى إضاءة انطلاقا من المواقف اللافتة للجنة الشؤون العربية إذن في البرلمان المصري كيف يمكن مقاربة دور القاهرة في مسار الأزمة السورية بالأمس القريب جرى الحديث عن انخراط عسكري مصري في سوريا لكنه بقي في خانة غير الدقيق وأما الانخراط السياسي فيتبدى تباعا في الخطاب المصري الرسمي التصريح الناري للرئيس المصري عن دعمه للجيوش العربية في كل من سوريا والعراق وليبيا لا يزال صداه يتردد في أكثر من عاصمة وتبعه تصريح وزير خارجيته عن دعم الحل السياسي في سوريا وعن أن لمصر دورا في الموضوع لتصدر أخيرا المواقف اللافتة للجنة الشؤون العربية في البرلمان المصري قد يضع البعض كل تلك المؤشرات في إطار التمايز المصري عن دول الخليج في الملف السوري جراء تقارب القاهرة مع الصديق الروسي قد يصح ذلك في النتائج أما في الخلفيات فيمكن التوقف عند التالي عندما تتحدث مصر عن الهوية العربية والإسلامية لسوريا فهذا يدل على حرصها على تلك الهوية وهو اتهام غير مباشر منها لكل من فرط في رأيها بهذه الهوية وعندما تذكر بالعلاقات الاستراتيجية والكفاح المشترك بين مصر وسوريا فهذا يدل أيضا على حرص مصري للحفاظ على تلك العلاقات وأما في الطلب المصري لإعادة سوريا إلى جمعة الدول العربية فهناك طلاق مصري روسي واضح لتكون القاهرة أول دولة عربية تطالب بهذا الأمر مذو تجميد عضوية دمشق في الجامعة عام 2011 في أستانا لم تكن القاهرة حاضرة وعندما تستنكر مصر تغييب دورها عن أعمال هذا المؤتمر فهذا يؤشر إلى سعيها لإعادة فرض الدور المصري في أي مساع للتوصل إلى الحل في سوريا من أستانا إلى جناف وما بعدها صحيح أن الأردن كان من ضمن المشاركين في المؤتمر المذكور لكن ذلك لم يحل دون حديث مصر عن تغييب عربي وهذا السعي المصري لا يأتي فقط من منطلق استعادة الدور بل استنادا إلى ما لم تتردد مصر في المجاهرة به وهو اعتبارات الأمن القومي المصري والعربي المهددة إذا ما تم تفكيك سوريا إلى دولات طائفية وفي زيارة اللواء على المملوك القاهرة قبل أشهر خير دليل دكتور هنيني نختم معك هذا المحور بالحديث عن أهمية مجاء في البيان من تأكيد على عروبة سوريا وحدة وسيادة على كامل أراضيها وسيادة هويتها العربية يعني التأكيد على هذه المسألة إضافة طبعا لبنود أخرى تتعلق بمحاربة الإرهاب وإلى ما هنالك هل توافق أستاذ أنيس على مقاله استعادة للدور العربي لمصر إعادة هذا الأمن القوم العربي والشعور القوم العربي أيضا أنا أنتفق مع الأستاذ أنيس إن قال بأن الخطوات المصرية الراهنة سواء اللي بيعبر بينها بيعبر عنها الشعب والبرلمان أو بيعبر بينها عنها الدبلوماسيون والساسة في مصر المسؤولين الرسميين بتحرك كل كوامن الشجن فيما يتعلق بالأمن القوم العربي وأنا أظن أنه محق أن يجد في المرحلة القادمة مرحلة تلعب فيها مصر أدوارا لرأب الصدوع الموجودة بينها وبين الأطراف العربية وبعضها البعض لا يهم فقط أن يكون الرأي المصري هو الغالب ولكن يهم أن يتفق العرب على منهج تفاودي سلمي سياسي يتسم بالطابع المتحضر في تسوية الخلافات فيما بينهم وفيما يتعلق بالشأن السوري على وجه التحديد أنا أرجو أنه الإزاعات الأجنبية والإزاعات دول الجوار والمحيط بالعالم العربي ما تسرعش وتصور الخطوة المصرية التي صدرت عن مجلس الشعب المصري على أنها مفارقة كاملة من جانب مصر للأشقاء العرب هي محاولة لتأكيد أن ما يقوله الرئيس السيسي في عروبة سوريا وضرورة الحفاظ على مؤسساتها متماسكة وموحدة وعلى أن لا يكون هناك مساعي لقدم أراضيها أو لتغيير هوية أراضيها العربية والإسلامية وضرورة مكافحة الإرهاب كل هذه المبادئ التي يذكرها الرئيس المصري ويذكرها المسؤولون المصريون لابد من تسويقها تسويقا عمليا ومفيدا مع الأشقاء العرب الآخرين ومش بالضرورة زي ما قال الأستاذ أنيس أن بعض الآراء الأخرى المختلفة عن هذا الرأي تسعى إلى هدم الأمن القومي العربي لا هي اختلاف رؤى لابد أن يواجه بالمنطق وبالحجة وبالإقناع وإن ركب الناس رؤوسهم فسيثبت السوريون والمصريون عندما يعملان معا أن قولهم كان الأصح وأن تجربتهم في تحريك الأمور هي الأسلوب الأمثل والعملية أنا واضح تماما بالنسبة لعدم استهدفنا لعواصم معينة بهذا المنطق العربي بهذا المنطق المصري المطروح لنهار شكرا لك دكتور هاني خلاف مندوب مصر الأسبق لدى جماعة الدول العربية كنت معنا من القاهرة أستاذ أنيس النقاش ستبقى معنا في المحور الثاني من المسائية وأنتم أيضا مشاهدين نأمل أن تبقوا معنا أيضا بعد الفاصل نعود أهلا بكم من جديد إلى المسائية محملا بدغط سياسي من جانب اليمين الإسرائيلي توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل تأرجح أسهم التوقعات الإسرائيلية من نتائج اللقاء المرتقب من الإسماعيل في جلسة استمرت أربع ساعة حاول رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو بل ورط موقف إسرائيلي واضح مع وزراء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية فيما خص القضايا الأساسية التي سيطرحها خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء المقبل أنا أسمع وأفهم أن هناك انفعالا كبيرا تمهيدا لهذا لقاء مع كل الدوافع خلفه لكن دوافع واحدة فقط وهي الاهتمام قبل كل شيء بأمن إسرائيل الاحتفال بالإدارة الأمريكية الجديدة والتوقعات الإسرائيلية بحدوث تغير سياسي ما ترجمت بحسب مراقبين طوقا يمينيا سياسيا حول عنق نتنياهو الحزب الجمهوري شطب إقامة دولة فلسطينية من برنامجه وأنا أدعو نتنياهو إلى تخلي عن فكرة الدولة الفلسطينية مراقبون رأوا أن اعتبارات عديدة تحكم اللقاء المرتقب ولذلك يحاول نتنياهو خفض سلم التوقعات لأنه يخشى أن يسمع من ترامب ما لم يكن يتوقعه نتنياهو أظهر خشية من مواجهة مع ترامب وقال أنه يجب الأخذ بالحزباني شخصية ترامب الخلاصة أن نتنياهو قال لوزراء الليكود إن الوضع تحسن مقاررة مع أوباما لكن يجب التصرف بحذر وعدم شد الحبل وعلى الرغم من أن الحديث في إسرائيل تركز خلال الأسبوع المنصرم على القضية الفلسطينية تمهيدا للقاء نتنياهو ترامب رأى محللون أن نتنياهو وضع منذ زمن بعيد إيران في رأس سلم أولوياته نحن نتحدث كثيرا عن الموضوع الفلسطيني لكن العنوان بالنسبة إلى نتنياهو هو التوصل إلى تفاهم مع ترامب في الموضوع السوري الإيراني إيران لا تستطيع البقاء في الجولان السوري وفتح جبهة جديدة مع إسرائيل إلى جانب إيران وسوريا حزب الله سيكون حاضرا أيضا خلال اللقاء مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى توقع أن يناقش نتنياهو مع ترامب تعاظم تهديد سلاح حزب الله الدقيق على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وبحسب المصدر الإسرائيلي قد يحاول نتنياهو التوصل إلى تفاهمات مع ترامب في مخص المعركة المقبلة المحتملة مع حزب الله وبالتوازي أفضت الانتخابات الداخلية لحركة حماس إلى انتخاب يحيى السنوار قائدا عاما للحركة في غزة والقياد خليل الحية نائبا له هذا وتصدر كل من القيادي في الحركة اسماعيل هني ومروان عيسى نتائج انتخابات حماس في ساحة قطاع غزة التي لها الثقل الأكبر في الانتخابات الداخلية للحركة بسرية تامة عقدت وأنهت حركة حماس المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية التي أفرزت يحيى السنوار قائدا لقطاع غزة خلفا لإسماعيل هنية السنوار ابن الخمسة والخمسين عاما تنفس نسائم الحرية منذ ستة أعوام بعد أن تم الإفراج عنه في صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي جلعات شاليت مقابل ألف وسبعة وعشرين أسيرا فلسطينيا حيث قضى قرابة عشرين عاما في السجون الإسرائيلية بتهمة القيام بأنشطة إرهابية السنوار لم يسلم أيضا من اتهامات الولايات المتحدة الأمريكية حيث أدرجت اسمه قبل عامين في لائحاتها السوداء للإرهابيين الدوليين والتهمة هي الدعوة إلى خطف جنود إسرائيليين لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين السنوار ابن مدينة خان يونس أسس عام ثمانية وثمانين جهاز مجد الذي يعد الجهاز الأمنية للجناح العسكري لحركة حماس كتائب عز الدين القسام انتخابات حماس تجري كل أربعة أعوام والانتخابات الحالية في غزة أدت إلى انتخاب خليل الحية نائبا للسنوار وأصبح كل من القادة روح مشتهى محمود الزهار فتح حماد ياسر حرب وأحمد الكرد عضوا في المكتب السياسي للحركة في القطاع والمرحلة المقبلة ستشهد انتخاب رئيس المكتب السياسي من قبل الأعضاء المنتخبين حيث ترجح التقديرات ووصول أسماعيل هنية إلى رئاسة المكتب السياسي صعود السنوار لتولي قيادة حماس في غزة كان موضع تعليق في وسائل الإعلام الإسرائيلية التي وصفته بوزير دفاع حركة حماس وبالشخص الأكثر تأثيرا على توجهات الجناح المسلح للحركة لكونه يشكل حلقة الوصل بين الجناحين العسكري والسياسي وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن اختيار السنوار رئيسا لحماس في غزة يعتبر إنجازا مهما للجناح العسكري للحركة ويعزز التقديرات الاستخبارية الإسرائيلية بأن تأثير الجناح العسكري يتفوق على تأثير الجناح السياسي الأمر الذي يزيد من احتمالات حدوث مواجهة عنيفة بين إسرائيل وحماس قريبا ليست إسرائيل وحدها التي تراقب نتائج انتخابات حركة حماس بل إن هذا الحدث يشغل أيضا الداخل الفلسطيني والعربي ولا سيما أن هذه الانتخابات بحسب ما يبدو سوف تشهد تغييرات كبيرة في الأسماء التي ستتولى المناصب الأساسية في الحركة وينضم إلى الآن من غزة الكاتب الصحفي مصطفى الصوف أهلا بك إضافة طبعا لأستاذ أنيس النقاش المستمر معنا منذ بداية المسائية في هذا المحور أيضا سيد مصطفى سأبدأ معك انطلاقا من كل ما مرة في التقرير سنبدأ من مسألة حركة حماس قبل أن نعود إلى زيارة نتنياهو إلى واشنطن والارتباط الكبير أساسا بين الحدثين هل نحن الآن في قيادة حماس القيادة السياسية لحماس في غزة أمام جنح عسكري ولكن بلباس سياسي في حماس أنا أعتقد أنه لا انفصال بين العسكري والسياسي فكل منهما ينطلق من مؤسسة هي التي تحدد مسارات الجميع ولذلك لو لاحظنا في أعضاء المكتب السياسي هناك خليط من السياسيين والعسكريين السياسيين والأمنيين السياسيين فالمسألة ليست بهذا الأمر تقاس وإنما كما هو معروف حركة حماس حركة مؤسسات والذي يقرر هي المؤسسة وليس الأفراد سواء كان السنوار هنية مشعل الكل يلتزم بما تقرره الحركة والكل هو أشبه ما يكون بأداة تنفيذية لسياسات هذه الحركة قد يكون هناك بعض الاختلاف في التكتيكات وليس في الاستراتيجيات لأن كل شخصية لها ما يميزها عن الغير ونعتقد أن انتخاب السنوار هو تعزيز لمبدأ المقاومة لأنها لم تكن غائبة ولا ننسى أن حماس حركة مقاومة وليست أي شيء آخر وإن كانت السياسة جزء من المقاومة نعم توافق أستاذ أنيس النقاش على رؤية أستاذ مصطفى الصواف أن الاختلاف في القيادات داخل حماس هو ينسحب على فقط التكتيك وليس الاستراتيجي أم أن وصول تحديدا شخصية يحيى السنوار تعزز توجها داخل الحركة يعني يميل أكثر إلى العسكر ونحن نعلم أن مسألة العسكر أيضا لها ارتباطات إقليمية يعني نعلم أن الجناح العسكري لحركة حماس لديه ارتباطات إقليمية قد تختلف عن المكتب السياسي أنا أوافق على أن حماس هي مؤسسة وأنها تختار بشكل سليم قياداتها ولكن الواقع يقول أيضا رغم هذه المؤسسة على أن هناك خيارات لا نستطيع أن نقول أنها استراتيجية قد تمت على صعيد الإقليم بتحالف مع بعض الدول تغليب مصلحة ما يسمى بمفاهيم الأخوانة في المنطقة على أنها هي التي يمكن أن تسود وبالتالي انزياح حماس لمحور قطري تركي في فترة معينة وكأن الخلاص يأتي منه هذا ملموس هذا لا يمكن إنكاره ولا يمكن إنكار فشله في نفس الوقت يعني أولا تراجع هذه المسألة في مصر تراجع الدور التركي الذي ظهر على أنه ليس بناء بقدر ما هو مخربا انكشاف الدور القطري الذي يعطي فلسطين فتاتا من المساعدات الإنسانية مقابل تخريب الأمن القومي العربي الذي كنا نتحدث عنه في الملف الأول وبالتالي الذي يضرب فلسطين بالعمق لأنه عدم استقرار الأمن اليوم كل شبابنا ماذا يعانون في العالم العربي يسألونني ويقولون هل فلسطين هي المركزية عندما يكون شهدائها بالعشرات أو بالمئات في حين أن القتل والذبح في الدول العربية هو بالألوف ومئات الألوف أليس من واجبنا أن نحاسب هذا التوجه ونقول أن حركات المقاومة كان واجبها منذ البداية أن تأخذ القرار السليم الذي يحافظ على أمن فلسطين سيد أنيس باختصار عفوا أنا أشعر أنه من خلال هذا الانتخاب أشعر أنه من خلال هذا الانتخاب هناك تصويب لهذه البوصلة نعم هذا ليس خلاف تكتيكي هذا خلاف كان عوراً في الرؤية الاستراتيجية بالاقتراب من دول هي عضو في الناتو وهي عضو متحالفة وتعترف بإسرائيل فقط لمجرد الدغدغة المذهبية والدغدغة الطائفية سأنتقل بهذه الفكرة هذا فشل في المقاوم السياسي أأمل أن هذه الانتخابات وهذا التصويب يعيد للذين يضعون أيديهم بالنار في داخل غزة أن يكون لهم القرار الأساسي في قيادة حماس عودة أن يكون التحليلات القائمة لا أريد أن أقول الفنادق ولكن المستريحة في الخارج هي التي تضغى على قرارات حماس في المستقبل أنا كنت أتمنى أن يكون أستاذ مصطفى الصواف مازال معنا لأنه يبدو هناك في عطل بالصوت ولكن هذا رأيك يعني بعد قليل أسأل عن رأيه ورده أيضا على ما تقوله أستاذ أنيس ولكن هناك أيضا نقطة مهمة يجب أن نطرحها معك فيما يتعلق باستقبال إسرائيل لتعيين أو لانتخاب السنوار خصوصا أن أيضا نائبه خليل الحية هو من المقربين يعني كان المقرب من الشهيد الجعبري يحيى السنوار هو مقرب من محمد ضيف يعني في إسرائيل يقولون الجناح العسكري هو الذي يستلم السياسة الآن ولا يستبعدون مواجهة قريبة مع هكذا قيادة مع حركة حماس يعني يكون هناك عدوان جديد ربما على غزة هل ترى ذلك؟ نعم وفي المقابل ما الذي في المقدمة تفضلت ما الذي يفعله نتنياو في الولايات المتحدة؟ أليس تحضير البيت الأبيض والولايات المتحدة من أجل حرب؟ أولا تلغي في السياسة حقوق الشعب الفلسطيني ثانيا تأخذ الدعم الأمريكي المطلق من أجل حربها ضد محور المقاومة محاولة الضغط على سوريا وحزب الله الذي لا يمكن استكماله إلا بالضغط على غزة وعلى حركات المقاومة يعني اليوم هذين الحراكين إن كان من جهة حماس وغدا في المستقبل الأسبوع القادم في طهران بمؤتمر فلسطين هو مسيرتين لمحور المقاومة الذي يعرف إلى أين تسير الأمور يحضر نفسه إن كان على صعيد القيادات كما حضر نفسه على صعيد القواعد والاستعدادات المادية والعسكرية والبشرية كما أن محور المقاومة في سوريا ولبنان وسنسمع في الخميس القادم من الأمين العام لحزب الله مواقف إقليمية تصب في هذه الخانة ملخصها أستطيع أن أطمئنك وأطمئن الجمهور على أن فلسطين في القرارات وفي المواقف وفي الوقائع ستعود إلى صدارة المشهد العربي والدولي والإقليمي لأنها كانت ومزالت هي القضية المركزية ولا يمكن لكل الذين تآمروا على محور المقاومة وعلى فلسطين وأدخلونا في هذه الصراعات الداخلية أن ينجحوا في مؤامرتهم وينسونا الأهداف الأساسية ونحن مرتاحون جدا على أن العدو يفهم ذلك إذا كان العرب وبعض الأعراب يريد أن يغيّم ذلك العدو يفهم ذلك يستعد للحرب القادمة ويستعد لمعركة قادمة عفوا أنا قطعتك أعلم أنك تقول شيء مهم ولكن أستاذ مصطفى الصواف عاد معنا أن قطع الاتصال معك قبل قليل لا أدري إذا استطعت أن تسمع مقالة أستاذ أنيس النقاش ولكن يمكن أن أكرر لك أنه خلفك في مسألة الخلاف في داخل حماس على الأمور ليست تكتيكية أنما على استراتيجيا يعني عندما يتعلق الأمر بخيارات أخوانية كما قال في المنطقة مع دول هي حليفة مع الناتو مع دول ليست داعمة للمقاومة وكان هناك خيارات سياسية من داخل حماس بأن يكون هناك ذهب إليها أو دعم من قبلها هذا خلاف برأيك اليوم مع انتخاب السنوار ستعود حتى على المستوى السياسي البوصلة نحو محور آخر يعني المحور الذي تمثله إيران على المستوى السياسي وعلى مستوى القضية الفلسطينية يعني من حق الأستاذ أنيس أن يقول ما يريد ولكن أنا لازلت أصر بأنه لن يكون هناك خلاف أو اختلاف في استراتيجيات حركة حماس لأن حركة حماس لا تقرر سياساتها من خلال شخص واحد إنما هي خيارات واستراتيجيات موضوعة وعلى الجميع أن يلتزم بها حماس ستفتح أبوابها للجميع كما فتحتها في السابق ستفتحها اليوم عفوا على المقاطعة وصول يحيى السنوار إلى قيادة الحركة في غزة يعني أن قيادات الحركة أو قاعدة الحركة اعترفت بفشل السياسات السابقة وقررت التغيير ليس هكذا تفهم الأمور المسألة ليست اعتراب بفشل هي سياسة مقررة وستستمر هذه السياسة وان اختلفت الأشخاص هذه هي الحقيقة التي يجب أن يدركها المشككين في هذه المسألة وانا لا أعتقد أن يحيى السنوار هو أفضل ممن سبق ولا يمكن له أن يحرف الاستراتيجيات والمبادئ التي على أساسها تسير حركة حماس لذلك سيكون السنوار هو جزء من قيادة السنوار اليوم هو أضو أو جزء من 16 أضو داخل المكتب السياسي في قطاع غزة ثم أن المكتب السياسي في قطاع غزة هو جزء من أجزاء تشكل القيادة السياسية لحركة حماس فالمسألة ليس مسألة فشل أو نجاح المسألة مسألة مبادئ وستراتيجيات تعتمدها حركة حماس وانا أعتقد كل قيادات حركة حماسية أدوات تنفيذية لتنفيذ قرارات مؤسسة تتحكم بالقرار وتطالب الجميع بالالتزام به بالتوازي مع ذلك نتنياهو في البلايات المتحدة الأمريكية برأيك سيعود نتنياهو مع تصعيد كبير أكان في قطاع غزة أو حتى تجاه السلطة الفلسطينية مدعوما من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكل تأكيد الإدارة الأمريكية كشمت عن وجهها السافر بشكل واضح جدا وهي على عداء كامل مع حقوق الشعب الفلسطيني وحتى مع السلطة الفلسطينية فكيف سيكون موقفها من قوى المقاومة الفلسطينية التي هي تشكل الأرق الحقيقي للكيان الصهيوني أما موضوع أن يكون هناك تصعيد واعتداءات على قطاع غزة أنا أعتقد أن قرار العدوان على قطاع غزة متخذ من قبل القيادات السياسية والعسكرية في الكيان الصهيوني ولكن ربما الظروف غير ملائمة ربما الدراسة لهذا العدوان من قبل المؤسسة العسكرية والسياسية تقول بأنها لن تحقق النتائج المرجوة هي تنتظر إعادة حسابات الربح والخسارة في أي عدوان على قطاع غزة ومن ثم تقرر وأنا أعتقد أن المسألة يجب أن تذكر بشكل مخالف هل نحن كمقاومة فلسطينية بما لدينا من إمكانيات لدينا الاستعداد الكامل لمواجهة قرار العدوان من قبل الاحتلال الصهيوني هذا هو الذي يجب أن نسعى نحن إليه كقوى مقاومة في قطاع غزة لأن العدوان الإسرائيلي والاعتداءات والإرهاب هو جزء من عقيدة يهود هذه مسألة لا خلافة فيها وعليه أنا أتمنى أن تكون المقاومة على استعداد تام لمواجهة أي عدوان دفاعا عن الأرض وعن النفس وعن الشعب انتلاقا من ذلك أستاذ أنيس بشكل سريع في البيت الأبيض الآن ستخرج خطط مواجهة إيران في المرحلة المقبلة بين نتنياهو والترامب وهل ما سيكون موقع المشاركة العربية ربما أو بعض العرب في ذلك بعض العرب الأعراب الذين تقصدونهم هم من المحرضين سبقوا نتنياهو على هذا التحريد وما زالوا يعملون على التحريد لأنهم أولا في إعلامهم في سياساتهم في ممارساتهم يريدون أن يستبدلوا عدو الأمة العربية الصهيوني بعدو آخر يسمونه إيران هذه سياساتهم وبالتالي تلتق في مصالحهم ليست بالسر بل بالعلن مع ما يتجه به نتنياهو السؤال اليوم أن هذه المعركة ليست منفصلة عن المعركة الأساسية التي رحاها هو فلسطين وبالتالي معسكر المقاومة عندما يخطط ويستعد لا ينظر إلى الأمور بشكل مشتت ولا ينظر إليها بشكل متكامل اليوم أصبح من الواضح جدا على أن هذا الحلف الأمريكي الصهيوني الرجعي الذي عمره سبعين عاما ما زال مستمرا لم يتغير فيه شيء البعض يظن أن بعض العراب يمكن أن يعني عندهم نزوات أن يحاربوا ويدمروا أنا لا أعتقد أن هذه لا نزوات ولا أخطاء ولا التكتيكات هذا استشراس والتزام بمشاريع مولوها بمليارات وبالتالي علينا أن نضع الإصبع على الجرح بعض الدول العربية هي حليفة المؤامرة على الأمن الإقليمي والأمن القومي وعلى أمن الأمة الإسلامية ولو كانت لباسها إسلامي ولو كانت عنوينها إسلامية لا يمكن أن تكون أنت في الناتو وتعترف بإسرائيل وتبيعني خطابات من أجل فلسطين لا يمكن أن تكون أنت خادم الحرمين الشريفين وأكثر أموالك تصرف على تدمير الأمة العربية والإسلامية ثم بعدها تقول أن قلبك على فلسطين نحن لذلك أن نجمع مجددا وبعد كل هذا الحراك والتدمير الذي حصل في المنطقة قوى المقاومة ستقول كلمتها في مؤتمر فلسطين القادم في الأسبوع القادم وسيستفيق العالم على معادلة جديدة أعتقد على أننا نثبت فيها على أننا لم نضيع البوصلة وعلى أن أكثر قوى المقاومة لم تضيع المسلح شكل سريع عفوا بما يتعلق بمواجهة حزب الله هل أنت دائما تقول أننا متحضرون لأي مرحلة مقبلة خصوصا فيما يتعلق بالحزب ولكن هل ستعتقد أن بين نتنياهو وترامب سيكون هناك اتفاق على خطة تنفيذية ربما لعمل عسكري ضد حزب الله هذا ممكن أن يحصل يمكن أن يكون هناك ضوء أخضر ولكن أنا أعتقد على أن هم نتنياهو لأنه يعرف على أنه معركة مع غزة لا أقول مع حزب الله معركة بكل الضوء الأخضر الأمريكي الإسرائيلي على غزة لن ينتصروا فيها على غزة وهي أقوى مما كانت بكثير من السابق فما بالك في حزب الله لازل لم ينتصروا عليه بال2006 هناك لوثة جديدة يعتقد على أن إذا دفع أمريكا بكل ثقلها مع دول العربية التي تشارك في هذه المؤامرة لتطويق إيران ولمحاربة إيران يمكن أن ينقذ ما يمكن إنقاذه ويحاول أن يأخذ ورقة ما يسميها ورقة الجولان أنه لا يريد أن يكون هناك مقاومة بالجولان أنا أقولها بالفم الملآن المقاومة في الجولان انتهى أمرها استقرت تمركزت استعدت وهي لا تقل بتاتا عن جبهة لبنان ولا يمكن لأحد أن يلغي هذه الجبهة لا بقرارات في البيت الأبيض ولا في تل أبيب ولا في أي مكان فهي أبلو أصلح ورائنا وهي ضمن معادلة المقاومة مع هذا المعلومة مهمة تقولها الآن شكرا لك أستاذ أنيس النقاش منصق شبكة أمان البحث والدراسات الاستراتيجية كنت معنا من طهران وأيضا أستاذ مصطفى الصواف الكتب الصحفي كنت معنا من غزة الآن نعيد تفكير بعناوين ملفات المسائية لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب المصري تحدد مخاطر استمرار الأزمة السورية وخريطة الطريق لحل الأزمة وتؤكد أمن سوريا من أمن مصر القومية يحيى السنوار قائدا لحماس في غزة خلفا لسماعيل هنية فالاختارة الحركة أحد سقورها المقربين من الضيف لمواجهة سياسة تل أبيب نترنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب فليحصل على دعم أمريكي بالتراجع عن حل الدولتين وبداية التنصيق للحرب المقبلة مع حزب الله للمزيد من الأخبار وتقارير أمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت المايدين دوت نت والموقع بالإسبانية اسبانول دوت المايدين دوت نت وصفحات المايدين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى هنا تنتهي المسائية شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة